موسيقى يعني زي ما تابعنا دلوقتي دول الرجال اللي فرحونا مبارح أبطال منتخب مصر لكرة اليد اللي قدروا اللي هم يعني يحصلوا على لقب بطولة كاس الأمم الإفريقية لكرة اليد للمرة التمنى في تاريخهم ده طبعا بعد ما فاز مبارح المنتخب على كاب بردي بنتيجة 25-37 في ختام النسخة رقم 25 اللي أقيمت هنا في مصر على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر وبيعتبر منتخب مصر مبارحة أقفوز يمكن هو الأكبر في تاريخه في نهايات أمم إفريقيا لليد كان بفارق 12 هدف على كاب بردي خلونا نعرف الكواليس وإزاي قدرنا اللي احنا نوصل للتتويج بهذا اللقب من خلال ضفنا اللي منورنا فيه للستوديو الأستاذ كريم حسن خمير كرة اليد وعضو لجنة التحليل والإحصاء في بطولة إفريقيا صباح الخير يا أستاذ كريم صباح الخير عليك يا محمد صباح الخير عليك يا بساند صباح الخير على متابعين صباح الخير يا مصر صباح الخير على منتخب السعادة منتخب البسمة المنتخب اللي بيرسم البسمة والأمل للشعب المصري جمهور الشعب المصري انبراح كتواجد في الصلاة وخارج مبسوط وخارج فرحان صباح الخير صباح التمنى وإن شاء الله نحاق التسع برضو في مصرنا الحبيبة صباح اللي جاي أحسن إن شاء الله كعضو من المنظومة كخبير وعضو لجنة التحليل والإحصاء في البطولة تقييمك الأول للبطولة شايف إزاي الفوز ده جي هل كنت متوقع الفوز ده من خلال بالتحليلات والإحصاءات اللي كانت بتحصل في البداية هنقول إن مستوى القرى الأفريقية بيتقدم ومستوى المنتخبات الأفريقية بتتقدم بشكل كبير جدا عندنا مفاجأات كبيرة في البطولة دي عندنا منتخبات ظهرت بصورة جيدة جدا وكانت متميزة وكانت مفاجأة للجميع منتخب كاففيرد لا منتخب قوي معهم مدرب سربي متميز مدرب سربي يعني عارف يوظف اللعيبة بتاعته صحي جدا عندنا منتخب الغنية معهم مدرب جاي جدا منتخب غينيا حيبقى مفاجأة في البطولات الجاية منتخب كونغو نفس الكلام مع تواجد اللعيبة الفرنسيين من قصة فرنسي ولكن موجودين مع منتخب غينيا حيكون ليهم تأثير أكبر منتخبات شمال أفريقيا اعتمدت الفترة الأخيرة على قطاعات النشئين والبراعم فحنشوفها خلال السنين الجاية منتخب مصر لا يزال ثبت على المستوى بتاعه وهو بطل القارة وهو من أفضل منتخبات القارة الأفريقية ومستمرين خلال خمس سنين أو ست سنين كمان إن شاء الله في الفترة اللي جاية حنتصدر بطولة القارة البطولة بشكل عام كلجنة تحليل وإحصى طبعا كنا دخلنا البطولة ديت بعد النجاح اللي احنا عملناها في بطولة العالم عشرين و عشرين اللي أكيمت في مصر طبعا بيلقص اللجنة كابتن عفة رشاد الخبير القاروي والمحاضر الدولي بالاتحاد المصري والدولي كابتن عفة رشاد تولى مهمة لرئيسة لجنة تحليل والإحصى قدر إنه هو يكمع مجموعة من أبرز الشخصيات الأبرز الفنيين الموجودين في مجال التحليل والإحصى في مصر قدر الإتحاد المصري إنه هو يصق في قدراتهم اشتغلنا في البطولة الأفريقية بتصميم برنامج من شخصية محترمة الدكتور أحمد القط هو اللي كان مصمم برنامج التحليل والإحصى في البطولة برنامج اشتغلنا عليه الاتحاد الأفريقي لما إجاب بص على البرنامج اللي احنا شغالين عليه انبهر جدا وقدم إشادة لمجموعة العمل وفريق العمل اللي تواجدهم سواء في صالة زويل الصالة الدولية اللي تواجدت فيها مجموعة ومبريات فيها أو سواء في صالة الدكتور حسن مصطفى أيضا اللي كان فيها مجموعة من التحليل والإحصى موجودين لا الناس انبهرت باللجنة الناس انبهرت بالأداء اللجنة يا ممزومة كاملة عشان تقدر تطلع فريق بالشكل ده منتخب بالشكل ده منتخب عمل يعني مبارح نتيجة هي الأكبر في كل النهائيات مش بس في النهائي كاب بردي ومصر بنتكلم على لعيبة في الحقيقة رجالة قد المسئولية قدروا أنهم يحققوا فريق كبير وقدروا أن يدخلوا السعادة على قلوب المصريين لو هنتكلم على حراس المرمى لو هنتكلم على كريم هندوي بالتحديد ومحمد علي شايف أداءهم مبارح كان يعمل إزاي كريم هندوي بالنسبة لي سيزال لهو الأخطابوت المصري صاحب التصديات العالية وصاحب الأوقات الحاسمة في المباريات محمد علي البطولة دي بالنسبة له كانت بطولة تحدي محمد علي كان بعيد لفترات طويلة ولكن قدر مصر برندو لأنه يرجع تانين منتخب وجرابايا فقدر استطاع كمان فترة الاحتراف بتاعته الأخيرة ادت له فرصة كبيرة للتقلق ولعوده مرة أخرى للمنتخب محمد علي يعتبر من أفضل حراس البطولة صحيح ولو إن ما كانش أخد علي العمروسي مبارح متاع المغرب حارس مرمى المغرب كنت أتوقع أن محمد علي يأخذ أفضل حارس في البطولة مبارح كريم هندوي نسبة تصدياته في التوقيتات الحاسمة كانت جميلة جداً كانت جيدة جداً وإحنا نحقق التقدم ونحقق الفارق واستمرين على الفارق دوت حتى لما نزل محمد علي برضو كان صمام أمان محمد علي تصدر لستة تصديات في الشروط التاني أدونا إتحية والدونا إرياحية بالفوز إن شاء الله طيب عادي أعرف من حضرتك يمكن إنبارح كان فيه مفاجأتين المفاجأة الأولى وهي الحمد لله اللي إحنا قدرنا نتوج بهذه البطولة وإن كانت أعتقد ما كانش مفاجأة بالشكل المبالغ فيه لأن من الشوط الأول خلاص الحمد لله إحنا كنا متطمنين المفاجأة التانية وهي إعلان دكتور مصطفى مدبولي إن هيتم تنظيم البطولة إن شاء الله هنا في مصر البطولة اللي جاية يعني كأهل بقى خبرة استقبلت الخبر ده إزاي وإيه اللي هيضفهون أيضاً في الرياضة والاهتمام أيضاً بكرة اليد طبعاً في البداية فوز منتخب مصر إنبارح دي كانت الفرحة الأكبر صحيح اللي أساعدت المصريين كلهم يمكن أنت النهاردة بتاخد بطولة أفريقيا للمرة التانية على التوالي وللمرة التامنة في تاريخ الكرير بتاع المنتخب المصري قدرت أنت دلوقتي تونس عشر بطولات منتخب مصري دلوقتي تمانية جزائر سبعة دول التلات دول أفريقية اللي حصلوا على بطولات أفريقيا الكورتلياد فقط لغير بالنسبة لمفاجئة إنبارح قالت الدكتور مصطفى مدبولي معللي رئيس الوزراء طبعاً أساعدت الشعب المصري كله وأساعدت كل الحضرين في الصالة وإصدافة مصر الـ 20-24 المؤهلة لأولمبيات باريس ده سيبقى حدث عالمي إن شاء الله مصر قادر أن تنظمه وإن شاء الله مصر تطلع من البطولة دي تتوصل لأولمبيات باريس منتخذنا قادر على الوصول للمحطريات والأولمبيات دي ولكن القرار في حد ذاتهم بارح لا أساعد الشعب المصري جداً وأساعد جمهور كورتلياد المصري بشكل عام نتكلم أنه فريق فعلاً متنوع فريق عندنا أعمار مختلفة فيه عندنا السن الصغير الناشئين اللي نضمه من سنتين تقريباً وحققه نجاحات كبيرة مندمج جداً جداً مع أكبر شوية في السن لو نتكلم زي أحمد الأحمر اللي عنده تقريباً 37 سنة قادرين يعمله توليفة حلوة قوي ما بينهم ناس بتمسك الملعب وناس تانية روح الملعب شفنا مبارح رجل المباراة كان بكار ورجل البطولة كمان كان مصري فاللعبين قلنا رأيك فيهم إيه لو نتكلم على إيحي خالد رجل البطولة وبكار لو تكلمنا عن العناصر دي تأسسياً هنبتدي من أول ديفيد ديفيز المدرب الأسباني برضو اللي كان موجود معنا في منتخب مصر وأصبح كامل المسيرة بعده باروندو كان فيه سياسة بيتباع الاتحاد المصري واستمرت على نهج طويل خلال الفترات الماضية وهي الاعتماد على قادة النشئين اللي تحت إن هي تؤهلهم إنهم يكتسبوا الخبرات من اللعيبة الكبار وتفضل العملية متدرجة عشان نحصلش ضرب في توقيت من الأوقات خلال البطولات القرية أو البطولات العالمية كانت اللعبة طلع كادر جديد فقدرنا في فترة من الفترات اللي احنا نحصل على سبع العالم قدرنا اللي احنا نحصل على الميدالية الدهبية في النشئين قدرنا نحصل على الميدالية برونزية في الشباب فده كان كارير واضح الفرق استمرت على هذا النهج والمنتخبات استمرت على هذا النهج بقى عندك عناصر خبرة عناصر جيل وسط عناصر جيل شباب وفيه عناصر تانية بتخش معه يعني عندنا مهاب مهاب امبارح كان مفاجأة بالنسبة لي إن هو يبدأ مباراة امبارح لعب موليد 2002 حسن أداح لعب موليد 2000 عندنا أحمد يشام دودو أحسن لعب في النشئين الحمد لله بيتعافى ويمكن قدامه شعر ويعود للملاعب مرة تانية كان غايب عن البطولة دا عندنا خالد وليد برضو مصاب موليد 98 حيرجع تاني عندنا كاستيلو 98 عندنا عناصر شابة بتكتسب الخبرات من الأحمر زي ما انت قلت وهنداوي وإبراهيم المصري وعلي زين فكل دي خبرات بتديها للناشئين اللي تحت طيب حقيقة كلمت على المدير الفني أو المدر اتكلمت على فكرة ان الستايل دا وفكرة تسليم جيلي يسلم جيل دا حصل من المدير الفني السابق من ديفيد ديفيد فيه كلام ان احنا كان عندنا مدير فني سابق اسباني وحاليا برضو اسباني باروندو فكرة ان الحفاظ على الهوية الخاصة بيه المدرب دا اثر او انعكس اجابا على فكرة تكوين وتوليفة المنتخب بشكل عام فقدرنا ان احنا نقترب الى حد ما من لعب المنتخب الاسباني بنفس الفكر بتاعه اللي هو طريقة اللعب 6-0 شايف دا كلام صحيح؟ هي المدرسة الاسبانية مدرسة لها خلافة عليها خلال السنين اللي فاتت دا مدرسة اكتسبت قوة في الملعب واكتسبت خبرة كبيرة كون ان احنا عندنا مدربين اسبان تولوا قيادة الفنية المنتخب مصر دا اضاف كتير للمنتخب بجانب احتراف بعض اللعيبة في الدوريات الاوروبية والدوريات العالمية ادت لهم برضو خبرات اكتر يكفي انه في وقت من الاوقات كان ديفيد ديفيس كان مسك منتخب مصر وضم يحيى خالد معاه في فيسبريم وقدر انه هو تعاقد معاه ولعب معاه وهو تحت قيادة المنتخب وتحت قيادة الفريق في فيسبريم المجري حاليا عندك دلوقتي لما تيجي تبص على التشكيلة بتاعت منتخب مصر هتتلاقى التوليفة بتاعتها كلها منساجمة كلها بتلعب بنفس التفكير الاسباني اللي انت بتتكلم فيه احنا عندنا دلوقتي كا دفاعات بنلعب زي دفاعات اوروبا بنطلع متقدمين التصويبات بنتنوع التصويبات بتاعتك من الخارج سواء عن طريق الاختراكات او عن طريق الاجنحة او عن طريق القط الخلفي ففيه تنوع كما ده ناسة اسبانية وفكري عالي وده وضح في الملعب سواء عن طريق ديفيد ديفيس لما كان موجود او براندو جارسي طيب انتعرف ان احنا طمعين وشايفين بصراحة في المنتخب ده اهل ان هو ياخد كاس العالم عايزين نعرف رأيك في الفرق الخامسة المؤهلة لكاس العالم ايه ومجموعتنا لا نجي نتكلم على الفرق اللي تأهلت لبطولة العالم حنتلاقى منتخب مصر بطل افراكية الرأس لغدر وصيف افراكية المغرب صاحب المناجرة كزيتانت تونس الرابع الجزائر بنهنيها برضو على تحقيق الفوز امبارح على غينيا والتأهل لبطولة العالم ودي كانت مفاجأة امبارح يعني اساعدت برضو الشعب المصري والشعب الجزائري كنت عايز اقول لك الفرحة اللي كان موجود عليها الشعب المصري امبارح وهو بيحيي لعابة منتخب الجزائري وبيبدلوا بعض التحقيق لدرجة ان لعابة منتخب الجزائر بنبارح اعطت التشيرتات والاحزية للجمهور المصري كنوع من الفرحة ومن الود يعني فالحمد لله الاربع منتخبات العربية اتأهلهم لبطولة العالم لو جينا اتكلمنا على مجموعة مصر مجموعة مصر بطولة العالم كرواتيا والمغرب وأمريكا مجموعة مش هنقول في المتناول لأ عندنا كرواتيا فرقة تقيلة وهو ده الهدف بتاع المنتخب المصري وهو ده التارجت بتاعه لازم نستعد من دلوقتي الكرواتيا لان انت هتخش الدور التاني فهتقابل المجموعة الدنمارك فالقزم يكون معك نقط كويسة عشان تخش بيها فانت معك كرواتيا فرقة تقيلة المغرب المغرب حقان عليها فوز حتى لو كان المطش بتاعنا يعني تقيل شوية في المجموعة اللي حصل فيه وفرقيا بتبقى اختلافات محمد في الملعب او توقيتات معينة يمكن المغرب انت نعبتها في الدور التمهيد فكانت المباراة السجال ما بينك وما بينها كنتش عارف لغاية اخر وقت مين اللي حيفوز في المباراة صحيح لو لا التفوق بالخبرات المصرية هي اللي ادت لهم الاتحية معك امريكا برضو فرقة طلع لعبتها انت قبل كده وكنا بنعمل معهم واسكرات هنا هات ولكن بطولة العالم بتختلف انت خلاص اتصنفت من دلوقتي اللي انت في التوب تين او في التوب فور عايز توصل للتوب فور وتخش تاخد ميدالية صحيح منتخب مصر دلوقتي زي ما اللعيبة كان بتتعاهد ان اي بطولة تخشوها لازم يجيبوا ميدالية ده الاتحاد المصري تحدي بقى خلاص ده خلاص انت وصلت في كرت اليد المرحلة الشعب المصري مش هيقبل الا بميدالية اي بطولة لازم تخشها لازم تحقق ميدالية ده التارجت بتاع اي منتخب يخش اي بطولة لازم تحقق ميدالية لازم برضو نهيق الشعب بفكرة اه طبعا احنا عاوزين نفوز دايما ونصبح في الصدارة دايما بس هي دي الرياضة يعني الرياضة دايما اللغة فيها مكسب وخسارة يعني مش فكرة ان النهاردة لو هم لا قدر الله اخفاقوا في احدى البطولات ويعني ده ان شاء الله ما يحصل يبقى احنا نهاجمهم واصباحوا لعيبة وحشين يعني برضو دي لازم تكون حاجة مقودة عمدين انا كنت مستقى جدا من الهجوم اللي تعرض له لعبة منتخبنا في بطولة العاب البحر المتوسط لما خسروا من اسبانيا رغم ان احنا كنا متقدمين طوال المباراة ولكن خسرنا في الدقيقة الاخيرة من المباراة ده منتخب مصر جماعة يعني لازم نشجعه سواء كسب سواء خسر فالمنتخب دوت هو المنتخب صاحب البسمة صاحب الابتسامة اللي رجع لنا تاني الامل والفرحة لان احنا كنا مفتقدين حاجة زي دي وهم مسؤولين وفي الحقيقة هم رجالة وعملين لعليهم وده من زمان يعني مش من دلوقتي بس هو فعلا بطولات متتالية ونجاحات متتالية بنشكر حضرتك الاستاذ كريم حسن خبير كرة اليد وعضو لجنة التحليل والاحصاب بطولة افريقيا وبنبارك لمنتخبنا المصري لكرة اليد الف الف مبروك لكم يا رجالة شرفتونا ومستنين ان شاء الله بطولة العالم